بكرة بكرة يكون اليوم الاخير ولكن النهاردة العدد وصل 45 مرشحا لعضوية مجلس النقابة و11 على مقعد النقيب عندنا في انتخابات النقابة في مارس القادم ان شاء الله والاستاذ زياء رشوان النهاردة مرشح على مقعد النقيب اعلن قبل قليل انه حصل على دعم للصحفيين لزيادة بدل التدريب وتكنولوجيا للصحفيين بيصل الى 1200 جنيه كان حوالي 1700 تقريبا 1680 بيصل بعد الزيادة 2200 وطبقا لي الصوص زياء كنت بكلمه من شوية قال لي انه هذا الامر يعني حصل على هذا يقدم الشكر لدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد مهيط وزير المالية وقال انه الدعم ده بيكون بدل زيادة بدل للتدريب والتكنولوجيا الخاصة بالصحفيين معركة لمقعد النقيب ومجلس نقابة الصحفيين وستاذ زياء كمان هيجمد عضويته في الهيئة الوطنية للصحافة انه هو عضو في الهيئة الوطنية للصحافة وبالتالي انه من باب الشفافية انه كمان بيجمد عضويته في الهيئة الوطنية للصحافة حتى تكون الامور يخوض انتخابات بعيدا عن الهيئة الوطنية للصحافة ولكن هو رئيس الهيئة الاستعلامات اذا المرشع على مقعد النقيب ديارة شوان بيحصل على دعم كبير لصالح الجماعة الصحفية وزي ما قلت لحضراتكم يعني طلب مني ان انا كمان على لسانه بقدم الشكر للرئيس الوزراء والوزير المالية على مساندة وعلى دعم الصحفيين لانه في الاخر اللي بتعمل ده لصالح الجماعة الصحفية بيئة الكامل بنتكلم على نقابة الصحفيين فيها حوالي تقريبا يتجاوز عشر تلاف صحفي وصحفية بيحتاجوا نقيب قوي نقيب ايضا يستطيع انه يخدم ويقدم خدمات كثيرة ويتدخل وقت يعني ما يحتاج التدخلات من نقيب الصحفين مع مجلس النقابة كمان انه كمان عدد كبير من الزملاء النهاردة على مقعد النقيب كمان كان فيه تلات طلبات جداد النهاردة اسكندر احمد من دار التحرير سعيد فرج من الاحرار عاصم رشوان صحفي حر وبالتالي يصل عدد مرشعين عن مقعد النقيب 11 اللجنة قالت برئاسة السيد جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات قالت انه فيه تسع طلبات للعضوية النهاردة العدد بيصل الى 45 تسع النهاردة جداد اسماء عصمة من الاحرار حتم زكريا اخبار اليوم حمد سعيد الرمحي من الدستور خالد ميرز منه طبعا رئيس حرير الاخبار وهو عضو المجلس ووكيل اول المجلس وامين اتحاد الصحفيين العرب ايضا خالد يعني نقابي محترم وخالد عويس وخالد العطف الامة محاسن سينوسيا المصر اليوم محمد صايم دار التحرير هشام جعفر حر ياسر مصطفى من الامة دول النهاردة التسع اللي قدموا اوراقهم على مقعد العضوية ويصل العدد الى 45 واربعين اشتركوا في القناة